يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم الليلة مع نظيره الليبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا الموهلة لكأس العالم عشرين اثنين وعشرين احتل الفراعنة وصفت المجموعة السادسة برصيد أربع نقات وبفارق نقطتين عن المنتخب الليبي المتصدر مباراة قوية وهمة يخودها المنتخب الوطني أمام شقيقه الليبي في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الفين اثنين وعشرين مباراة يحتاج فيها الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقات من أجل الحفاظ على طموحاتهم في خطف بطاقة التأهل للمنديال حيث يحتل الفراعنة وصافة المجموعة السادسة برصيد أربع نقات بعد الفوز على أنجولا في الجولة الأولى بهدف ثم التعادل أمام الجابون في الجولة الثانية بهدف لكل منهما وشهدت قائمة الفريق لمواجهة ليبيا استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشا لاعب الأهل بقرار فني من المدرب البرتغالي للمنتخب كارلوس كيروش وفي المقابل يحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة بعدما حقق انتصارين على الجابون وأنجولا اللقاء يزاع عبر فضائية أون تايم سبورتس بفضل نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق بث المباريات للمنتخب في التصفيات الإفريقية سواء في دور المجموعات أو في المرحلة التالية